من أجل تعليمهم بأحدث البرامج التدريبية والتعليمية في مجالات العلوم الاجتماعية والفنية افتتح مركز المحاكاة والفنون البصرية في جامعة القدس بمعهد الطفل الذي يعد الأول من نوعه بفلسطين عامة والقدس على وجه التحديد المحاكاة هي أداة يتم استخدامها في تدريب المعلمين بشكل عام طلبة وكل الأشخاص اللي بيشتغلوا في أي مجال من مجالات الإدارة ومجالات أخرى هذا المركز بيوفر كمان حيز لتعليم الفنون البصرية سواء كان مهارات التصوير الأساسي إضافة إلى كونو ستوديو يمكن فيه تصوير الحلقات التلفزيونية ويمكن فيه أيضا تصوير الحلقات التربوية وإجراء المؤتمرات الصحفية ويأتي افتتاح هذا المعهد ضمن السعي المتواصلي من قبل جامعة القدس لإفتتاح مراكز تخدم المجتمع المقدسي على الأصعادة القانونية والاجتماعية فضلا على الناحية الاقتصادية أجا دور مركز المحاكاة اليوم ليكمل دائرة أهداف جامعة القدس لخدمة مجتمع القدس المركز المحاكاة بيساعد المدارس بساعد المشرفين المدرسين المدراء بساعد طلاب الجامعة ومدرسينهم لحل الضغوطات حل النزاعات اللي بتصير وكمان بيقدر هو يساعد باكتشاف النقاط القوة نقاط الضعف للأشخاص المختلفين ويقدروا يعمل خطة تطويرية يستفيدوا من هذا المركز بالتعاون مع العديد من المؤسسات المقدسية من مخرجين ومصورين ومنتج أفلام إلى جانب مهندس الشبكة والخبراء في شتى المجالات التربوية يحققوا هذا الإنجاز